اشار التقرير السنوي لوكالة الاستخبارات الوطنية الالمانية الى خطر انشطة التجسس الايرانية المتزايدة في المانيا ووفقا لذاع الدوتشيفلي الالمانية فقد اشار التقرير الى ان ايران اصبحت على نحو متزايد مصدر الهجمات الالكترونية ضد المانيا وتحدث التقرير الذي اعلنه وزير الداخلية هورتز هيوفر عن هجمات الالكترونية متزايدة مصدرها على الارجح ايران منذ عام 2014 وقال انه تم رصد الكثير من مثل هذه الهجمات على اهداف المانية في عام 2017 واستنادا الى نتائج وكالة الاستخبارات الالمانية فان النشاطة التجسسية استهدف مؤسسات رسمية وشركات حكومية بالاضافة الى المؤسسات البحثية